دائماً يقولون لأهلي لا تنشرين كل شيء عن حياتك وصورك علشان ما يحسدونك الناس لكن عندي إيمان إن الله اللي كاتبه ربي يصير فهل كلامهم صح أم تفكيري صح؟ شوفوا أنتو الأثنين صح يعني أنت تفكيرك صح أني الله عز وجل اللي كاتبه يصير وهم كلامهم صح يعني استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان يعني الإنسان مو إذا عطس رح صور نفسه بسناب شات وطلع ولا إنستجرام ليش طهيب ليش؟ يعني الحياة الخاصة ليش أنا أطلعها؟ الحياة الخاصة ليش أنا أظهرها؟ ليش؟ أنا تيني أحياناً لما أفتح للبريد الخاص يعني سواء بالفيسبوك ولا تويتر ولا سناب شات ولا المهم شبكات التواصل لو تشوفون حجم الأسئلة الخاصة اللي يسئلوني إياها الناس تحب تعرف تفاصيل التفاصيل لكن أنا بفضل الله أنا لا أتكلم عن حياتي الخاصة ولا أصور حياتي الخاصة ولا أبين حياتي ليش يعني ليش؟ أنا في الأخير اللي بيني وبينكم المعلومة عندي معلومة وصلتها لكم أما اشتاكل اشتشرب أنا لو تشوفون ذاك اليوم أنا يعني فريق العمل يقولولي أكثر من خمسين رسالة يسئلون من وين شاري اللي لابسه أنا عدتك وبتضحك أنا يخلوا اللقاء اللايف كله ويسئلون عن اللي لجماق فالمهم فالشاهد من هذا كله أنه الحياة الخاصة ليش ننشرها إحنا 24 ساعة؟ أصلاً في ناس اليوم ما قاعد يعيش مع نفسه قاعد يعيش مع سناب شات 24 ساعة يصور 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 يركب السيارة يصور الطريج يمشي أنا عرف طيق يوم واحد يسولي في لي يقول دخل الحمام كان يصور المغسلة صور تكرمون المرحاض عوذوا بالله يعني ما في خصوصية أبداً بالمرة يعني هذا الإنسان أنا بالنسبة لي ما هم يستمتع في حياته هذا عايش للناس 24 ساعة أنت عايش لنفسك أتصور كل شي أكلت طلبت سلطة راح صور السلطة راح مدري شنو جسم صور 40 كل 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 تصوير ولذلك هؤلاء مبتلين ابتلاء هذول الله مبتليهم والتصوير هذا قاعد يشغلهم عن الاهتمام بنفسهم يعني بس ناقص أنا يعني من الطرائف اللي كنت أقرأها في كتب أخبار الحمقى والمغفلين يعني أنه مرة واحد قاعد المسيد فواحد قاعد يصلي صلاته يعني فيها خشوع وفيها كذا كان يسولف مع صاحبه قال لا ما شاء الله شفت هذا اللي قاعد يصلي والله صلاته فيها والله هذا خاشع في صلاته قام هذا اللي صلي كان يلتفت عليهم كان يقول لهم لا وأبشركم بعد اليوم أنا صايم شايفين هذه في أخبار الحمقى والمغفلين إحنا اليوم صرنا مع الإنستجرام والسناب شات والتيك توك إلى آخره صرنا اليوم مثل أخبار الحمقى والمغفلين إيه الواحد يكلمني يقول لي ما شاء الله صلاتك حلوة أقول له لا وأنا صايم بعد يعني 24 ساعة بس قاعد أنشر الحياة الخاصة ولذلك الاكتئاب زاد التوتر زاد القلق زاد بسبب هذه الحياة خنقول الافتراضية اللي قاعد الناس يعيشون نفسهم فيها فمرة ثانية إحنا نقول ومن شر حاسد إذا حسد الحسد موجود لكن استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان والله في شي ضروري تبيت صوري نصوري بس مو قاعد طالع والنازل تقعدين تصورين نفسك 24 ساعة لا في شي ضروري صوري في شي تحسين قاعد تفيدين في الآخرين صوري تستاهل صوري ما نقولك لا لكن أن تعيشين الناس بكل لحظة من لحظات حياتك لا غلط طبعا مو صحيح الكلام ولذلك في الأمثال يقول لا يخلو جسد من حسد هو يقول كل الناس يعني الواحد لما يشوف صاحب نعمة يتمنى بس عاد من اللي يفرق بين الحسد والغبطة اللي شرحتها لكم الحسد يتمنى زوال النعمة وتيلة الغبطة ما يتمنى الزوال يتمنى النعمة عنده وتكون نفسها عندي واضح؟ اشتركوا في القناة